السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى صر لجميع الموظفين والمعاشات بالمستندات صرف فروق حافز 100% بأثر رجع بعد فتوى مجلس الدولة تعالوا نتعرف على المستندات وتفاصيل الخبر الأحباب الكرام في كل مكان معنا مستندات لصرف فروق حافز 100% بأثر رجع ولكن بعد فتوى مجلس الدولة سنتعرف على المستندات ومستحقتكم المالية بسرعة عمل لايك وشير الفيديو والاشتراك في القناة لمن المشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام حقوق كثيرة بالضيع بدون علم صاحبها وعدم مطالبة لها من الجهة المسؤولة وعلشان كده اليوم جبت لحضراتكم مستند حديث بنص المستند على أن لكل موظف 100% حافز لم يحصل عليه وده بالقانون لأن الحافز أو التشوية الأوضاع المالية غير مرتبطة بمدة زمنية محددة اللي هي احنا بنطلق عليها التقادم زمني أو تقادم خمسي ولكن مستمرة بس علشان الكل يطمئن معانا حكم قضائي واخذ حكم بأحقية الموظف بحافز 100% بأصل رجعي من 2015 خمس سنوات وتم وضع هذا الحافز ضمن الأجر المكمل طبعا ده علاوة على المبلغ الكبير لها يساهم فيه في رفع المتغير والمعاش الأمر هذا ينطبق على كل من هم على رأس العمل الآن ولاحقا وأصحاب المعاشات الذين خرجوا من 2015 تعالوا معنا نقرأ ملخص حيثيات الحكم ونشوف تاريخ ودائرته ومنطوقه زي ما انتم شايفين أمامكم الدائرة الخامسة بطنطة التي تم فيها الحكم ملخص الحيثيات صرف الحافز المستقطع منه بنسبة 100% من الأساسي وإضافته إلى الأجر المكمل بتاريخ 1-7-2015 بعد تحويله إلى فئة مالية مقطوعة مع استمرار صرف هذا الحافز شهريا تعالوا بقى نشوف منطوق الحكم بيقوله حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بحقية المدعي باستمرار صرف حافز الإثابة المقرر برقم 11 بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 بذات القواعد والقيمة التي كان يصرفها قبل تحويله إلى فئة مالية مقطوعة في 36-2015 اعتبارا من 1-7-2015 على النحو المبين بالأسباب ومع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصرفات يعني زي ما قلنا أنه في مبالغ تزيد عن 24 ألف جنيه بأثر رجعي الأحباب الكرام من يريد أن يأخذ صورة من الحكم الاستشهاد به أنا هترك لكم صورة منه في الوصف للإطلاع عليه والاستشهاد به هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته